اشتركوا في القناة القادسية وام القرى يقولون ان ما تبقى لهم من قيمة المشروع هو 5.5 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يفترض ان تسدده الحكومة وقد ادخلهم ذلك في مشاكل كبيرة مع البنوك الممويلة لهذه الشبكات فيها 28 مربع اخذ مننا 2 مربع واحد في ام القرى واحد في القادسية استلم 25% وباقي الاحياء لم تسل 25% هؤلاء المواطنين نازحين من منطقة جنود توكر ودعوهم المادي سعب جدا جدا وتقول الحكومة ان هذه المبالغ اكبر من طاقتها في الوقت الراهن ولكنها وجهت البنوك بوقف الاجراءات الخاصة بسجن المواطنين الوالي وعد خير وجه مدير ماليتو انه يتقع هذه القروش الماليسة ما دفعتها الوالي وجه البنوك انه الان اخروا اعتقالات ما في اعتقالات اليوم اندي وقد آلت هذه الشبكات بشكل كامل الى شركة توزيع الكهرباء ويرى البعض ان على الشركة ان تلعب دورا في سداد النسبة المتبقية المواطنين اللي يلاهقوا من غبل البنوك المشكلة الرئيسية فيها هي الهكومة المشكلة من الاصل يجب ان تكون لهيئة الكهرباء دور في هذه المسألة لماذا يتحمل المواطن تكاليف العامود والاصلاك وتكلفة التشغيل وتكلفة بناء الخطوط بعد ذلك تكون ملكة للهيئة ما دعم الوضع كده المفروض ان الشركة شركة الكهرباء تكون اندها اسحان في المسألة دي ويناشد المواطنين نكافة الجهات المسؤولة التدخل لحل هذه المشكلة اناشد السيد وزير العدل واناشد رئاسة الجمهورية واناشد كل الحادمين على المصلحة العامة ان لا يضطرون الى الخطأ والله يجبرونه لان الظلم دي يولد بلاوي تاني احنا والله دايرين حقنا ما اكتر واي حلول منطقية موضوعية احنا معها اما الطناش والتلاشي والتهرب نرفض رفضا باتا وقاطعا ويبدو ان هذه المشكلة اصبحت حجر عثرة في تكملة ما تبقى من هذا المشروع يبدو ان الاحياء نجحت في سداد نسبة الـ 75% من جملة مطالبات البنوك لتمويل شبكات الكهرباء لتبقى نسبة الـ 25% معلقة بين الضامنين والحكومة والبشير الشروق البحر الاحمد